لو سمحت عايزة أسأل فضلت الدكتور تفضلي لو سمحت أفضلت الشيخ ليه أسأل بس أرجوك ترد علي باستفاضة ليه أسألت السؤال ده وما أخذتش إيجاد أنا ليه يا ابن توفى أيها شاب لا يرحم ويغفر لي ويعفو عنه يا رب هل موت ابني ذا عقب عن جنوب أنا عمل فيه؟ يعني السؤال باختصار واضح وصريح والخط قطع هل إيه؟ وفاة ابنها في عمر الشباب هل هو عقاب عن زنوب هي عملتها؟ والله نشوف كده بنروح أيسين بأي نبي من الأنبياء بنلاقي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابنه ماتوا على حجره هل سيدنا النبي عمل زنب فربنا موت ده النبي دفن خمسة أولاده الخمسة معادة فاطمة يعني النبي كان عنده ستة أولاد فاطمة عاشت بعد منه وماتت بعد منه ستة شهور والخمس ولاد النبي دفنهم وهو عايش فهل كده النبي عمل زنب؟ حشل الله الموت ما بيكونش عقوبة الناس فاكرة الموت عقوبة الموت ده أجل لا علاقة له بأفعال العباد تاني الموت أجل يعني فرعون اللي سمعنا عنه اللي غرق لو ما كانش غرق كان مات على الشط بالساكتة القلبية كان مات في ساعتها كان نزل اللي هو عليه حجر من السماء ما يوته إنما ده معاده إنما طريقة الموت هي سيدنا نوح عليه السلام مش ابنه غرق وحال بينهما الموج فكان من المغرقين هل ربنا بيعاقب نوح على إن ابنه كان كافر وغرق؟ لا طبعا ما بيعاقبش نوح كل بني آدم وعمله وكل بني آدم وأجله فبنقول لأختنا اصبري واحتسبي اللي عندك ده من وساوس الشيطان لأن أمر الله نفس مش بيعاقبك أنت على شيء ربنا سبحانه وتعالى لا يستخدم الموت كوسيلة ولذلك كل من مات له حبيب عليه أن يصبر ويحتسب عند الله عز وجل إنما في المقابل ممكن يكون الموت حد قريب يعني أو ابن أو ضانة أو كذا يعني بيمحوا الزنوب مثلا اللي هي مثلا عملتها يعني هل ده رفع منزلة مش فوراء الأحباب ده وتأمر مؤلم أكبر غلط بنعمله إن إحنا بنفسر أي أمر مؤلم بيحصل لنا إنه عقوبة من الله الأمر المؤلم اللي بيحصل لنا قد يكون رفع الدرجات ولا نبلوناكم هو وعب كده بشيء من الخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات والثمرات فكل ما يعتار الإنسان من أمور مؤلمة إنه من الله عز وجل قدرا ومنحة ومحنة واختبارا وطمحيصا وعلو قدر فأهلا وسهلا بأي صبر يدخلنا الجنة نحن لا نتمنى البلاء نحن دايما نقولوا إيه سال الله العافية ما يجيش الهدول يبقى أخذ من الله المرض والألم لا 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 سال الله العافية لكن إن حدث البلاء يبقى اعلم أن في الخير الذي فيه على ما كفيه على ترجمة نانسي قنقر